اشتغلتوا عليها قدي؟ معرفتش؟ اشتغلنا حوالي يعني هي بقى لها حوالي اربع شهور شغل متواصل وقبل كده التحضير بقى حوالي مثلا شهرين كمان مفوضة هتقدروا تعرضوا غاية امتا؟ أنا عارفة اكيد حضرتك حاطت عينيك من دلوقتي على الرواية اللي هتتعرض بعدها كمان طبعا أنا عامل البروجرام يمكن تلات اربع روايات يعني حوالي سنتين ونص القدام ودي حاجة جديدة على المسرح القومي ما كانش يعني بتحصل ان حد بيحط بروجرام زي المسارح أنا بصيت ان انا زي خلي المسرح القومي زي المسارح القومي على مستوى العالم فكرة التحضير وفكرة الموعيد ولكن انا شايف ان الرواية اللي بتنجح واللي جمهور بيقبل عليها وبيحبها لازم اديها فرصة وديها مساحة في معيار مهم جدا جدا شباك التذاكر وانا حريص دايما اعمل معادلة الفنية التجارية وليس الفنية فقط انا ضد الفن اللي بيتعالى على الجمهور ومالوز جمهور وبس بيقدم بس الثقافة وفكرة عالية زيادة عن استيعاب المواطن لا انا عايز الفن الراقي وفي نفس الوقت الفن الناجح اللي بيترجم من خلال شباك التذاكر في نفس الوقت المواكبة النقدية والكتابات والاهتمام من كبار الكتاب والنقاد واساسة المسرح ده برضو بيفرق معي جدا في تقييم العمل من استمراره او عدم استمراره فانا شايف ان طول ما المسرحها محققها الجانبين لازم طبعا تاخد فرصتها ولازم توعد على خشب القومي وده نجاح بيحسب لنا مفيش كلام